إلى لبنان حيث يشن مناصر ميليشيا حزب الله اللبناني حملا في الإعلام وعلى مواقع التواصل على البطريق الماروني بشار الراعي ويتهمونه بالصهيونية حيث رفض رأس الكنيسة المارونية والتي تضم حوالي ثلث الشعب اللبناني سياسة حزب الله في الجنوب ووصفها بالسياسات الفاشلة التي تمثل تقافة الموت والتي لم تجر على لبنان سوى الانتصارات الوهمية والهزائم المخزية إذن في لبنان مؤيدون ميليشيا حزب الله يواصلون زعمهم إسناد غزة ولكن هذه المرة من بوابة تخوين رأس الكنيسة المارونية البطريق الراعي مناهضون لسياسة ميليشيا حزب الله يقولون إن المستهدف من هذه الحملة هو سيادة الوطن ففي الثامن والعشرين من يناير الفين واربع وعشرين انتقد البطريق الراعي سياسة حزب الله في لبنان وصفا إياها بالفاشلة والتي تمثل تقافة الموت مضيفا إنها لم تجر على لبنان سوى الانتصارات الوهمية والهزائم المخزية خطاب رأس الكنيسة المارونية عن سياسة حزب الله كان بمثابة الشعرة التي قسمت ظهر البعير فانتشرت خطابات القسام والكراهية وتحول الفضاء الواقعي والافتراضي إلى ساحة للمعارك الكلامية حيث وصل الأمر بمؤيدي حزب الله إلى وضع صورة وجه البطريق مكان صور مسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين متابعة معكم سياسيين لبنانيون سرعوا إلى محاولة احتواء تداعيات هذه الحملة ونددوا بالهجوم الذي يتعرض له البطريق الراحي رافضين حملة التخوين التي يتعرض لها البعض اعتبر هذه الهجمة فرصة للتعبير عن اعتراضهم على اختطاف قرار لبنان وامتلاك ميليشيا مسلحة منفردة قرار الحرب والسلم بعيدا عن مصلحة لبنان وشعبه الغارق في أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة من مدينة طرابلس شمال لبنان ينضم إلينا الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني سيد مصطفى أهلا بك اليوم البطريق الراحي بدائرة التخوين لأي مدى يثبت هذا الواقع أن حزب الله اليوم هو مستعد للذهاب لأي خيار مقابل الحفاظ على صورته طبعا بعد التحية لكم ولمشاهدين بالتأكيد ما نراه هو جزء من سلسلة ونحن اليوم نذهب لنحيي ذكرى اغتيار القمان السليم الذي كان الشيعي الذي فضح سياسات حزب الله وفندها بشكل واضح ومن دون أي خوف وأيضا على بعد بضعة أيام من ذكرى اغتيار رفيق الحريري الذي أيضا اكتشفت المحكمة الدولية وأدانت عناصر من حزب الله باغتياله بالإضافة إلى قضايا طويلة عريضة من ضمنها إفقار لبنان ووضعه في موقع العداء مع الدول العربية والأشقاء ووضع جزء كبير منه في موقع الاستخدام الجسدي من أجل مشروع ولاية الفقه لذلك موقف البطريار حقيقة يجب أن يخرج من كونه رأس الكنيسة المارونية ليكون موقفا وطنيا يشمل حتى معظم بيئة حزب الله الشيعية أو غيرها أيضا لأن الكل أدرك بعد زمن طويل من استخدام لبنان منذ سنة 1968 على الأقل بشكل مباشر كموقع لإطلاق العمليات والصواريخ والعمل العسكري بمواجهة الجيش الإسرائيلي وقوات الاحتلال تدهور الوضع في لبنان بشكل كامل وخسرنا فلسطين وخسرنا لبنان بالوقت زادة ما يريد قوله البطريارك هو أن أبناء الجنوب بالأخص يعانون وأن هذه السياسة الفاشلة كانت فاشلة عمليا وليس فقط من الناحية النظرية بالتأكيد كلنا مع أهل غزة مع فلسطين مع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم لكن بالمقابل تجربة العسكرية واستخدام هذا البلد على مدى عدة عقود كموقع لإطلاق السواريخ أو إطلاق العمليات أدى حقيقة إلى خسارة فلسطين المزيد من الخسارة في فلسطين وبالتأكيد خسارة لبنان بشكل شبه كامل وهو ما نراه الآن على الأرض التهمة الطبيعية التي طالت البطريارك طالت الكثير منها من ضمنهم أنا شخصيا ولقمان سليم والعشرات وربما المئات من المواطنين اللبنانيين الذين رفضوا أن يزعنوا لإملاءات حزب الله وإملاءات حسن نصر الله وإملاءات الحرى السوري وقالوا الكلمة من أجل السيادة والمصلحة اللبنانية والآن نرى أن هذه الحملة تتطور ودائما حزب الله لا يخرج بشكل رسمي لا من نوابه سيد مصطفى ابقى معنا الحدث في مكانك رصد انقراط فئة من الشارع اللبناني كنت تتحدث عن رأي الشارع اللبناني هنا رصدنا فئة أو رأي فئة بالهجوم على البطرق الراعي هذا هو رأيهم نتابعه معك حزب الله لا أعتقد أنه هو ينشر ثقافة الموت هي هذه ثقافة الحياة هي ليست ثقافة الموت الذي يدافع عن أرضه وبلده ويكون ثقافة الموت اسمها بالعاكس ثقافة الحياة هذه احترامنا لغبطة البطرق أول شي هو رجل دين لا يجب أن يدخل بالسياسة أول شغلة ثاني شغلة أي ثقافة موت هاي دي ماء الشهداء اللي عم تحافظ على البلد وعم تحافظ على وجدان لبنان هاي ثقافة موت هاي دي ثقافة حياة لا يبقوا الطيبين عايشين لا بالنسبة لحزب الله أكيد مش عم ينشر قافة قفة الموت هو يخففه بغزة بتوقف بجنوب عنا هي باري كليف بس في عناس مش عم تفهم هالشي ديجا من وراء اللي عم بيبوتوا نحنا عم نحيا الحزب عم يدفع عن البلد يمكن حضرة البلترك مش عايش بلبنان أو مش عايش بالشارع الأوسط بالأحرى سيد مصطفى سمعنا الآن فئة من اللبنانيين منخرطة بهذه الحملة من الشارع اللبناني وقت إن هؤلاء أقل احتياجاتهم الرئيسية والحياتية ممكن ما تكون موجودة كيف ممكن نفسر هذه الظاهرة طبعا هذه الظاهرة هي ظاهرة أصبحت معروفة ومدروسة بشكل واضح بالنسبة لنا لأننا نواجهها بشكل يومي وهي استخدام الواقع بشكل محور وتفسيره بما لا يفسر القضية هي ما هي النهاية النهاية أو على الأقل النتيجة التي وصلنا إليها ومن ضمنهم إلا إذا كانوا موظفين أو يقبضون معاشات من قبل حزب الله أو لديهم مصالح بعض الخصوص أو أيضا لديهم انطباعات خاطئة عن الواقع يخالفها على الأقل أكثرية اللبنانيين ويمكننا أن أقول أكثر من سلسي اللبنانيين لكن بالنهاية نحن شاهدنا ماذا حصل لمن عارض هذه السياسة من بيئة حزب الله وكان مصيرهم إما القتل كما حصل لقمان سليم أو هاشم السلمان أو الترهيب مما دفعهم إلى التراجع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر